اعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن ضبط 10676 حالة سرقة كهرباء خلال الشهور السبع الأولى من العام الحالي الهيئة أوضحت أن نحو 5900 حالة سرقة ضبطتها الكوادر التابعة لها فيما ضبطت شركات التوزيع والأجهزة الأمنية 4775 حالة وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة رئيس التنفيذي المهندس فاروق لحياري إن كوادر الهيئة نفذت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تموز الماضي أكثر من 158 ألف كشف على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي وأكد الحياري سعي الهيئة إلى تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين والحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويرها